يقابلوني مثلاً في حفلات أو يقابلوني في أماكن عامة نجوم نادي الزمالك الأدام اللي هم لحم كتافهم من خير نادي الزمالك اللي معاهم الملايين اللي فاتحين الشركات اللي منهم واحد لما اطلب منه مش أقول أسماء بس أوعدكم يا جمهور الزمالك قسم عظيم بالله إن النهاردة لو الكل موقفش وراء كيان نادي الزمالك وأولهم نجوم نادي الزمالك السابقين لهقول كل حاجة وأنا بقول لكم أحمد جمال هقول كل حاجة واحد منهم من النجوم أنا بتكلم عن الزمالك يا جماعة واحد من النجوم الأدام النجوم الكبار قوي 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 صاحب الشعبية الطاغية الكبيرة النجم مع شوق الجماهير الزمالكوية واحد منهم مش أقول أسماء هو الطلب مني يخش الانتخابات قال لللي كلمه طب و أنا هستفيد إيه أنا بشتغل في كذا وفي كذا وفي كذا وبيطلع لي في السنة كذا وبطلع باخد كذا والسنة وقف علي بكذا لما بقى رئيس النادي هاخد إيه مش أتكلم في تفاصيل أكتر من كده نادي الزمالك يحتاج ولاده في الوقت ده ما يجيش واحد بيحب نادي الزمالك من بعيد يطلع في برنامج زي حالات يطلع يتكلم ويبقى زيه زي الجمهور هو أنتو اللي غيرانين من أحمد جمال ومن دايقين هو أنتو عايزين تعرفه يا ليه قصة يا قصة جاية من إيه اللي بيطلع من القلب داخل للقلب هو أنا طالع أمثل هو أنا طالع أخد ملايين في قنوات وبحلل وبتاعه بس أفيد من اسمي اللي ارتوط بنادي الزمالك وأنا عمري ما عملت حاجة لنادي الزمالك حتى ما دفعتش عنه في الاستوديوهات ما أخدتش باقي اللعيبة وروحت قبل ما تشت مصرية ووقفت مع اللعيبة وكان ساعتها الحجة أن أنت متخصم مع الإدارة السابقة أنت النهاردة أنت في مني النادي ولما كل البهوات اللي موجودين النهاردة عملوا إيه هو العقد عايزينه ينفرط ما ترده العقد بينفرط دلوقتي دلوقتي العقد بينفرط واللي بيعملوا النهاردة بتشيكوا في نادي الزمالك النهاردة في بعض المحبين لنادي الزمالك لاموا علي لما أنا النهاردة ألقيت بالمسئولية أنا لقيت الستوديو التحليلي في قناة الزمالك بيرمي على اللعيبة أن اللعيبة ديت فيه لعيبة مش عايزة تنزل التمرين وأن اللعيبة عايزة مستحقاتها وأن اللعيبة لها مستحقات متأخرة وأن ربنا ما تدنش الزمالك علشان النية ومش النية والكلام والتوفيق جاي منين لا يا جماعة العالم مع كامل احترام يتوفيق ربنا فوق الكل على عيني ورصي من فوق بس أنا برضو عايز أقول حاجة ما هو برضو أنا معايا مدير فاني يا إما بيلموا معايا مدير كورة معايا إدارة كورة يا بتلم يا بتفاركش أو مش فاهمة أو مش واخدة بالها أو مش عارفة تستوعب ما هم نفس اللعيبة هو ده مش فرجاني ساسي بتاع السوبر ولا أنا ولا واحد تاني هو ده